إذن مشاهدين وانتقالا لموضوعنا الطبي والمتعلق بالشرايين التاجية تحتاج عضلة القلب إلى إمدادات مستمرة من الدم الغني بالأكسجين وذلك من خلال شبكة من الأوعية تسمى بالشرايين التاجية ولكن في بعض الأحيان ممكن أن تضيق أو تنسد هذه الشرايين بفعل تراكم الكوليسترول والترسبات الدهنية لذلك يكون هذا الإمداد بالأكسجين وتدفق الدم محدودا وناقصا مما قد تتسبب في حالات صحية قد يشعر المريض من خلالها بألم في الصدر يطلق عليه بالذبحة الصدرية ويمكن أن تؤدي هذه الذبحة الصدرية إلى إصابة المريض بنوبة قلبية إذ تعذر وصول الدم بكميات كافية لمنطقة ما في عضلة القلب أو عندما يكون هذا القلب غير قادل على العمل بجهد أكبر نتيجة لقلة إمدادات الدم فيه في هذا الصباح سوف نتعمق بإذن الله أكثر في موضوع الشرايين التاجية مع أخصائي القلب الدكتور هشام النمردي الدكتور هشام أهلا وسهلا بك صباح الخير أهلا بك صباح الخير صباح نور السرور على جميع المشاهدين أهلا وسهلا دكتور طبعا في البداية دكتور نتحدث عن القلب وأمراض القلب وتحديدا أمراض أو الذبحة الصدرية فبداية ما هي أمراض الشرايين التاجية؟ هي أمراض قصور الشريان التاجي يعني ممكن نلخصها ببساطة ونقول أنها الزبحة الصدرية المستقرة والزبحة الصدرية الغير مستقرة وآخرهم بقى جلطة القلب أو احتشاء عضلة القلب ودي أخطر حاجة نعم إذن ما المسببات في تضيق هذه الشرايين؟ يعني حنقول العوامل المسببة أو عوامل الخطورة بمعنى أدق نسميها الرسك فاكتور دي بتكون مثلا العوامل الشائعة من العوامل الخطورة كارتفاع ضغط الدم وعدم السيطرة عليه يعني فيه ناس في عندها ارتفاع ضغط الدم بس مسيطرة عليه بالأدوية وده كويس لو مش مسيطرة عليه صح بالدواء هو ده المشكلة أمراض السكري طبعا ممكن تيجي حتى قبل أمراض ارتفاع ضغط الدم برضو في حالة عدم انتظام السكري لو هو منتظم ومتزبط بالأدوية كويس فدي شيء كويس الحاجة المهمة جدا برضو الكوليسترول يعني احنا أطباء أمراض القلب يعني يعني اللي بنشوفه في الشرايين بيبقى في نسبة كبيرة جدا في الغالب نتيجة ترصبات الكوليسترول زي ما حضرتك اتفضلتي في الأول والخاصة الأمر ارتفاع الكوليسترول في الدم وحتى ارتفاع الكوليسترول يعني ممكن الكوليسترول في الدم يبقى في الرنجي الطبيعي في بعض ال... مش في بعض... في مرضى القلب او في مرضى السكري واحنا بنيدي أدوية تنزله لأن الكوليسترول في مرضى السكري غير في الإنسان الطبيعي يعني لو الكوليسترول في الإنسان الطبيعي حنقول مثلا متين او متين وخمسين حسب أرقام المختبر والكوليسترول كمان بيتأسم فيه الكوليسترول عالي الكسافة وده اللي هو بنقول عليه الكوليسترول المفيد وفيه الكوليسترول المنخفض الكسافة اللي هو الـ LDL وده اللي هو الضار او هو المشكلة فده في مرضى السكري غير الناس العاديين يعني في الناس العاديين الطبيعي نقول نقبل لحد مية فيه هو الكوليسترول المنخفض الكسافة لكن في مرضى السكري كنا نقول مية وبعدين نزلوها لأقل من سبعين وبعدين نزلوها لأقل من خمسين والمرضى القلب كمان بنزلها لأقل من أربعين نعم مليجروم إذن أيضا الكوليسترول يعني مؤدي أساسي نقولنا كده الضغط الغير منتظم السكري الغير منتظم الارتفاع الكوليسترول عندنا طبعا العامل الوراثي مهم جدا من ضمن الأسئلة اللي لازم نسألها المريض القلب هل أنت في حد في العائلة حصل له مشكلة في القلب بالذات سن صغير الوالد أو الوالدة تحت الخمسين أو تحت الستين حتى بنعتبر برده سن صغير مش كبير بالذات الوالدة أو السيدات يعني تحت ستين تحت خمسين الرجال تحت ستين السيدات ده سن صغير بنسألهم إذا حصل فيه نوبة قلبية في السن ده حتى الأقارب من الدرجة الأولى التي نسأله الخلات الخلان الأعمام العمات كلام ده الحاجة التانية طبعا التدخين الحاجة المهمة برضه القلق والتوتر النفسي وضغوط الحياة والعمل وكلام ده السترس نعم ضغوطات الحياة ده مهم جدا إذا عوامل كثيرة عوامل كثيرة دكتور ولكن في عوامل نقدر نتجنبها في عوامل تقدم السن برضه ده ما نقدرش نتجنبه إنما في عوامل نقدر نتجنبها نعم عوامل كما ذكرتها كالتدخين وغيرها أو الكليسترورة أو الأكلات يمكنك قبل قليل كنا نتحدث عن التغذية الصحيحة والنظام الصحي ده مهمة جدا نعم هذا مهم في الحفاظ على صحة القلب ذكرت الدكتور العامل الوراثي العامل الوراثي هذا مهم يعني ليس فقط في القلب إنما في جميع الأمراض نعم يعني في كل الأمراض دلوقتي بيدخل العامل الوراثي نعم ودائما ما ينصح لكل فرد بأن دائما يطلع على الأمراض الشائعة في العائلة حتى يتجنب حدوثها ويتدخذ الأسالي مبكرا يعني العامل المرض الشائعة في العائلة يبقى لازم يحاول يتجنبها يتجنبها إزاي إن يعمل فحوصات متقدمة شوية في سن مبكر شوية نعم ويبتعد عن المسببات نعم ويبتعد طبعا عن عوامل الخطر تماما اللي يقدر يتفديها يعني نعم إذا سنتحدث عن الأعراض دكتور هل هي تختلف من شخص إلى آخر على حسب حالة الصحية على حسب عوامل معينة قد تؤثر على العوارض الخارجية والمؤشرات أنت تقصدي أعراض الزفحة الصدرية نعم أو الغلطة أو كده نعم طبعا الأعراض تختلف تختلف من السن الصغير للسن الكبير نعم يعني تختلف من اللي عنده سكري من اللي ما عندهش سكري يعني يعني اللي ما عندهش سكري يعني ربنا بيديله عرض اللي هو المهم اللي هو الألم الألم ده وهو الألم على فكرة ممكن أستفيد يعني الألم ليه مواصفات معينة والألم ده نعمة من ربنا أنه هو انذار مبكر أن والله عندك شيء لازم تعمل حاجة ومش كل ألم يعني عشان الناس بس ما يعني ما تتخدش يعني الألم اللي هو بتاع الزفحة الصدرية إحنا بنقل ليه مواصفات معينة عندنا كأطباء أمراض القلب يعني الألم بيكون في منتصف الصدر غالبا يعني مش في الجهة الشمال زي ما الناس متخيل يعني القلب معظمه في المنتصف فالألم بيكون في منتصف الصدر بيكون له مواصفات معينة أهم مها أهم مها أن الألم ده يجي مع الجهد يعني لو يعني لو الجهد بتاعه لما كان بيمشي يروح المسجد يطلع الدرج الكلام ده كله دايما لازم نسأله كده لما تطلع الدرج يجيلك ألم يعني في الأول ما كان بيطلع الدرج ما ما يحصلش معها ألم لو بدأ يحصل ألم والألم يروح أول ما يقف يبقى في الغالب في الغالب ده بنسميه يعني في الغالب ده ألم زفحة صدرية ده لازم فورا هذي في بداية هتكون دكتور نعم هذي تكون في بداية ده تكون في بداية نعم ممكن تداركها نعم ما هي الزفحة المستقرة أو الزفحة الغير مستقرة أو الجلطة الثلاث حاجات دول معناهم إن فيه إنسدات في الشورية نعم هل إنسدات ده نسبته ستين سبعين تسعين أو تسعة وتسعين أو مية في المية يبقى دي جلطة لكن لو نسبته لسه في السبعين في المية أو أقل شوية ده طول ما هو ما بيعملش مجهود مش محتاج كمية دم لعضلة القلب زي ما تفضلت في الأول كمية دم كبيرة فخلاص مش هيشعر بشيء بأعراض لكن أول ما يبزل مجهوده العادي اللي كان بيبزله قبل كده يطلع الدرج الأول ما كانش عنده مشكلة بقى يطلع الدرج بقى فيه عنده ألم ويوقفه الألم يبقى دافر غالب ألم زفحة الصدرية ممكن ما يكونش بس لازم يتوجه لأخصاء أمراض قلب يبتدي يعمل له فحصات لأمراض القلب نعم إذن دكتور هل الأطفال أيضا هم معرضين للإصابة الزفحة الصدرية أم هو فقط يعني يقتصر على مثلا الشباب ومرحلة ما بعد الشباب هو يعني حاجة أوبلك على السؤال ده بصورة أشمل من واقع خبرتي يعني في المجال ده أكتر من خمسة وعشرين سنة أول ما بدأنا شغل أو أول أنا ما بدأت شغلي في أمراض القلب كان اللي بنشوفهم بيجو عندنا في العناية القلبية رعاية المركزة كبار السن يعني أقل شيء كان الواحد بيشوف يمكن الواحد كان بيشوف أقل شوية بس مش كتير يعني بس من الغالبية العظمة كنا بنشوفهم ككبار السن يعني اللي فوق حنقول فوق ستين آه يعني انقطرت قوي فوق الخمسين نادر قوي ما كنا بنشوف الأقل من الاربعين أو التلاتين يحصل معهم مشاكل في القلب بيكون سببها الشريان التاجي أو الشريان التاجي أما الآن دكتور آه إنما الآن بقى صراحة بقت النسبة الأكبر الشباب آه يعني بقت النسبة الأكبر فعلا الشباب آه بيها هل يتمشرنا بالخير دكتور والله أنا هقولك ليه ما السبب دكتور؟ أنا هقولي آه ما أنت قوي السؤال ده نعم ما هو ده أنا هقولك ليه آه يعني أهلنا زمان كبار السن شوية يعني حنقول مثلاً الكبار الأكتر من خمسين أو أكتر من ستين في الرجال كان نمط الحياة أحسن من نمط الحياة اللي احنا بنعيشه بكتير كان نمط الحياة اللي ماشي كتير دايماً بيمشوا آه نظام الغذائي بتاعهم غير خالص صحيح نعم مختلف آه دلوقتي الفاست فود والكلام ده كله والحياة السريعة والحياة السريعة بتضطر للأسف الشباب مساكين يعني إنه هو شباب أو شبات يعني إنه هو على طول عمل الوقت بيقرص عليه مستعجل عايز يأكل وجبة سريعة علشان يخلص عنده شغل تاني وتالت إذن دكتور أنت تعذر الشباب إذن أنت تقول هو معذورين إذن أنت تعذرهم أم منه هذه أيضاً مسؤولية يعني يعذرهم ومعذرهم مش برضه يعني أنا طبعاً هنصح الجميع بعدم يعني اللجوء للوجبات السريعة بصورة يومية يعني ده بقى بصورة يومية يعني يعني عشان مرضو عشان الناس اللي بيه محلات الوجبات السريعة بنقفلش عليها يعني يعني أنت ممكن تكون الوجبة من الوجبات السريعة دي مرة في الويك اند في في نهاية الأسبوع آه لكن دي بقت عادة يومية أشاسية ويومية دي عادة يومية بيقى مرتبط بشغله في حاجة بتاعها السريعة بيهكل وجبة سريعة آه كمان البيئة طبعاً بيقى في الإمراض يعني أحسن كتير يعني التلوث يعني قصدي آه التلوث في معظم العالم بقى شيء ملحوظ يعني تلوث نتيجة عوادم السيارات وكلامنا كل ده مكانش موجود صحيح من ضمن الأسباب ومتاز زيه زي التدخين آه دي آه كلها حاجة آه يعني آه دي آه يعني آه آه ودي آه آه بالزبط كده إذن دفت يعني بس أعكمل بس إجابة سؤالك بس خطر آه أنت سألتيني الأطفال نعم آه الأطفال آه ما أقدرش أقول آه إن عندهم آه نسبة الزبحة بقى والجلطة والآه قصور الشريان بمعنى آآ 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 آ� الشريان مش طالع من مكانه الصحيح بيبقى فيه مشكلة بيبقى فيه خلق يعني نعم إذن دكتور يعني كيف يتم تشخيص الحالة في العيادة كيف يتم التعامل مع هذه الحالة حتى يتم فعلا هل هو بالإشعة بالتحاليل بممكن الإشعاعات فوق الصوتية طرق التشخيص دلوقتي بقت كتيرة يعني كان برضو في أول شغلنا يعني كانت يعني طريقة التشخيص النهائية مثلا آه طبعا حاجات تانية كلها موجودة بس كان طريقة التشخيص النهائية اللي هي القسطرة بس انضافت حاجات كتير لأن تكنولوجيا تطورت آه وكلها متوفرة يعني مثلا تبدأ طرق التشخيص لأمراض قصور الشريان التاجي أهم حاجة وأول حاجة اللي هي تخطيط القلب العادي تخطيط القلب العادي أما فوش موسيكلة ده أي حد ممكن يعمله متوفر في جميع الأيادات وجميع المستشفيات آه أي حد دارس وعنده حتى خبرة بسيطة آه يقدر يشخص منه بس مش دايما ودي نقطة مهمة جدا يعني أنا بحب أركز عليها علشان الأطباء الجدد أو الأطباء اللي بيشتغلوا في الطوارئ لأنهم أكتر ناس بيشوفوا الحالات دي في أولها إن مش معنى دي مهمة جدا جدا يعني إن مش معنى إن انت المريض يجيلك بألم في صدره وتعمله تخطيط والتخطيط يطلع طبيعي نورمل يعني تقوله مع السلامة آه لابد وتروهه على البيت لماذا دي لا أقولك لأن في أحيان كتير جدا ودي شفناها كتير جدا بيبقى ودي نقطة مهمة جدا يعني دي مفترض أول حاجة يتعلم طبيب القلب التخطيط القلب بيكون طبيعي وبيكون في مشكلة ومشكلة كمان ممكن تكون أحيانا كبيرة في الشور يعني تاجي طبعا لو التخطيط فيه شيء مش طبيعي ده حيبقى واضح لأي طبيب حتى الطبيب المبتدل نعم لو في حاجة بتبقى واضحة بيبقى شكلها واضح ومميز لكن إذا ما كان في شيء واضح دكتور يذهب إلى تشخيص آخر بهتم أنا حقولك قبل ما ذهب لتشخيص آخر أنا حقوله لي أنا أو أنا يعني نصحتي للأطباء الطوارئ أو أي طبيب مبتدل لسه جاي جديد على المستشفيات أو كده أنا حقوله الشخص ده إيه أعراضه بالضبط يعني الشكوى شكوى المريض ويعني هل الشكوى دي تيبكل أو مش تيبكل يعني مواصفات التبكة للزبحة الصدرية زي ما عدت لحضرتك ألم وبيجيني ومعا مجود وبيوقفني أو الألم معاه تعرق أو معاه غسيان أو معاه خوار في الجسم وضعف عام في الجسم ده في الغالب من الألم حاجة تانية هل عنده عوامل خطورة ولا ما عندوش عوامل خطورة ده سؤال تاني يعني عندو ارتفاع فطاق في الدم عندو مرض سكري وبالذات لو سكري أكتر من خمس سنين أو عشر سنين هل عندو دهون في الدم هل عندو عامل عائلي ده مهم جدا لو الحاجات دي موجودة فورا فورا مع وجود ألم تيبكل أو مرء لستيبكل لازم ينام في المستشفى أقل شيء 24 ساعة ليه؟ عشان أعيد له تخطيط القلب ده على مدارة 24 ساعة دول مرة واثنين وثلاثة للإطمئنان لأنه ممكن يتغير نعم بعد ساعة و بعد ساعتين أعمل له إنزمات القلب أعمل له يعني بقيت الطرق التشكيصية بقى اللي حضرتك تفضلت عليها أكمل الطرق التشكيصية؟ يعني تقريبا دكتور احنا شملنا جميع الحالات لا في لأن في طرق التشكيصية تانية أعمل ممكن ولكن يعني احنا وصلنا تقريبا لمعظم الحالات التشكيصية دكتور من خلالكم في المستشفيات و كأطباء متخصصين في القلب و حقيقة يعني ذكرت لنا أهم الأسباب و ذكرت لنا أهم العوامل اللي ممكن تأثر على صحة القلب بالنسبة للإنسان و مع تسارع الحياة و ممكن أيضا بعض العوامل الوراثية في تاريخ العائلة إذن الدكتور هشام نمردي بأخصائي قلب شكرا على وجودك معنا في هذا الصباح و أيضا تنويرنا في بعض النقاط التي قد تغيب عنا في حياتنا شكرا دكتور شكرا لك إذن مشاهدينا في نهاية هذه الفقرة و قبل أن ننهي أيضا حلقتنا لهذا الصباح أذكر بأنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة عن طريق منصات و تطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة و تلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق الرمز الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية في الختام مشاهدينا تقبلوا تحيات و تحيات طاقم العمل و مع السلامة ترجمة نانسي قنقر